بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الدرس البسيط أحببت أن أنبهكم تنبيها عاما حول تطبيق فيونيكس وكما تعلمون أن هذا التطبيق موجود فيه كل ما تحتاجه مثل الآدان والقبلق والقرآن الكريم والأذكار وحسن المسلم ويمكنك من خلاله يعني تنزيل مقاطع الفيديو من اليوتيوب والفيسبوك وتنزيل كذلك الفيديوهات من تطبيق التيك توك بدون علامة مائية ومشاهدة حالات أصدقائك على تطبيق الواتساب متخفيا وكذلك يمكنك تنزيلها وإلى ما غير ذلك ويعتبر كذلك يعني هذا التطبيق يعتبر كذلك مدير الملفات لإظهار الصوتيات والصور والفيديوهات والمستندات الموجودة على هاتفك ويعتبر كذلك منظف للهاتف ولكن العيب الواحيد الموجود في هذا المتصفح أو هذا التطبيق يعني بصفة عامة وهو أن التطبيق يأتي بفيديوهات من تطبيق لايكي وتطبيق التيك توك لنساء عارية والغريب كذلك أنه يقوم بإظهار إعلانات إباحية إذن ألمرجو منكم أحبابي في الله عدم استعمال هذا التطبيق خصوصا خصوصا في شهر رمضان حتى لا يفسدق عليكم الصيام فالفتنة أينما ذهبت تجدوها ولكن بالنسبة لشهر رمضان فهو يعني شهر قراءة القرآن والصلاة والدعاء ليغفر الله لنا دنوبنا السابقة والقادمة فأصبحنا في هذا الزمان ملأق بالدنوب وتغيرت أحوالنا ومعيشتنا من الأسهل إلى الأصعب ونتساءل ما هو السبب لأننا ابتعدنا عن ديننا ابتعاد المشرقي على المغرب بسبب مثل هذه التطبيقات التي تتير اللدات والشهوة في شباب اليوم وبالمناسبة سأترك لكم رابط لتحميل تطبيق الآدان موجود فيه الأذكار وكذلك رابط لتحميل القرآن الكريم بدون إعلانات لعل الله أن يغير به حالنا من الأصعب إلى الأسهل والسلام عليكم ورحمة الله وألقاكم في درس آخر